لحمة الأرنب هي مو من أنواع اللحوم اللي كتير متعارفة عنا أو كتير منطبخها أكتر شي معروفة عند أهلنا بمصر خصوصا مع الملوخية اليوم حبيت أعمل الأرنب على شوربة أنا ألا أحمد الله تابعوا الفيديو لتعرفوا الطريقة عندي هنا الأرنب مقطع ضفت عليه الملح والخل والطخينية ورح أتركه منقوه عشر دقايق وبعدين رح أغسله كتير منيح بالماء بالطنجرة رح أنزل معلقة من السمنة أو زيت النبات ورح أعطي تقليبة سريعة لقطع الأرنب بعدين رح أنزل راسي من البصل مفروم عودة من الإرفة ورق غار وفلفل أسمر وشوية بطرف المعلى أبهارات مشكلة وكاري وطبعا هاي اختيار بقلبهم مع بعض وبعدين رح أضيف الملح وهلأ رح أضيف عليهم المي السخنة وأول ما تغلي المي رح أشيل للرغوة أو الزفرة اللي طلعت على الوجه سكرت عليهم بطنجرة الضغط وأخدوا معي ساعة كاملة لحتى استوى وهون كانت النتيجة النهائية لحمة الأرنب كانت مستوية كتير منيح وطعمها كتير زاكي ونكهة الشوربة كتير زاكية جربوها رح تعجبكم كتير وصحتين